السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة برضو هنتكلم في مقارنة المقارنة دي شكلا كده هي مقارنة عادلة ليه لان الاسعار زي بعض ولكن انا شايفها من جوايا انها مقارنة غير عادلة انا كده بظلم عربية منهم مقارنة النهاردة ما بين سيزوكي سبريسو وما بين الشنجان ال سيفن الصيني سيزوكي سبريسو سعرها في السوق 365 الف جنيه وانا بتكلم دلوقتي يعني ممكن كمان خمس دقايق ايبقى سعر حاجة تانية دي حاجة خارجة عن اراضتي ممكن حضرتك زي ما بيجيني تعليقات على فيديوهات من سنة فاتت ولاقي حد بيقولي لا طبعا السعر مش كده السعر بتغير في مصر كل خمس دقايق فانا ما ليش علاقة بالموضوع ده بنتكلم دلوقتي على عربية سيزوكي سبريسو 365 الف جنيه دلوقتي عربية شنجان ال سيفن مجموعة فئات بتبدأ من 320 لحد 375 الف جنيه دلوقتي برضه تمام هنقارن ما بين العربيتين دول مع ان انا مش مقتنع بالمقارنة دي ولكن هي طلبت مني فانا غصب عني بنفذ يعني المقارنة دي يعني هنتكلم في العربيتين في الحاجات المهمة مبدئيا العربيتين موديل 2022 احنا منقارن ما بين عربيتين نفس الموديل العربية سيزوكي سبريسو هي عبارة عن مكنة قهوة باربع عجلات المكنة القهوة دي مسمينها في البرشور بتاع الشركة او في الكاتالوج بتاعهم مسمينها عربية كروس اوفر انا ما عرفش هي كروس اوفر ايه يعني كروس اوفر دي معناها هي هي عدة حاجة يعني هي عدة ايه مش عارف كروس اوفر علشان مجرد عربية عالية شوية معتقدين انها سيو في انا مش فاهم زي برضو بامكانياتها دي بامكانيات المطور بالامكانيات دي كلها منزلها لنا هنا في مصر على انها كروس اوفر العربية التانية عربية سيدان اللي هي الشانجان بالنسبة لوكيل العربية سيزوك اسبرسو مودرن موتورز وكيل العربية شنجان اللي سيفن غبور بلد منشأ السيزوك اسبرسو اليابان بلد منشأ بالنسبة ل الشانجان الصين نزلة اللي سيفن دي فقه واحدة بالنسبة للعربية الشانجان اللي سيفن نزلة 3 فقهات مش هنتكلم عن الطول والعرض والكلام ده كله مش مفيد ولكن انا هديكوا بس فكرة عن شوية حاجات كده ارتفاع العربية عن الارض مثلا العربية اللي بيسموها الكروس اوفر دي او ما اعتبرينها SUV ارتفاعها عن الارض خمستاشر سنتي وسبعة من عشر تمام السيدان بقى اللي هي مسمينها سيدان ارتفاعها خمستاشر سنتي يعني الفرق سبعة ملي اللي خلت دي كروس اوفر بالنسبة لسعة الخزان يعني امنع الضحك بعد اذنكم سعة خزان العربية الكروس اوفر سبعة وعشرين لتر اللي هي السيزوكي سبريسو بالنسبة اللي هي يعني هتاخدك مثلا لحد اول الشارع بالنسبة للعربية الشانجان ال سيفن خمسة واربعين لتر سعة الشنطة ماتين تسعة وثلاثين لتر اللي هي الكروس اوفر السيزوكي سبريسو بالنسبة لسعة شنطة العربية السيدان اللي هي الشانجان ال سيفن 382 لتر نخش بقى المهم بالنسبة لسعة المطور الف سيسي في العربية السيزوكي سبريسو الفئتين اللي نازلين للعربية الشانجان ال سيفن فئة 1400 سيسي وفئة 1500 سيسي في السيزوكي سبريسو تلاتة سلندر في العربية طبعا تلاتة سلندر ده سيء جدا يعني طالما ما فيش تيربو بالنسبة للعربية الشانجان ال سيفن 4 سلندر عدد السبابات هنا 12 طبعا قمة السوق والضعف في العربية السيزوكي سبريسو عدد السبابات في العربية الشانجان ال سيفن 16 سباب القوة الحصانية للعربية السيزوكي سبريسو الكروس اوفر 67 حصان عند 5500 لفة في دقيقة بالنسبة للعربية الشانجان ال سيفن القوة الحصانية بتاعتها 101 حصان عند الى 107 حصان على حسب الفئة احنا قلنا فيه 1400 سيسي وفيه 1500 سيسي 101 حصان الى 107 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة بالنسبة للعزم الدوران للعربية السيزوكي سبريسو 90 نيوتن متر عند 3500 لفة في دقيقة بالنسبة للعزم الدوران للعربية الشانجان ال سيفن 135 نيوتن متر عند 3500 الى 4500 لفة في دقيقة ده بالنسبة لل 1400 سيسي وبالنسبة لل 1500 سيسي 145 نيوتن متر عند من 3500 الى 4500 لفة في دقيقة معدل التصارع طبعا مش بقى فيش ده نتكلم فيه لان مش محتاجين اقصى سرعة برضو مش هنتكلم فيها نوع الفتيس الفتيس السوزوكي ده مانيول خمس نقلات بالنسبة للفتيس بتاع العربية الشنجان فيه مانيول وفيه اوتوماتيك دي سي تي بالنسبة للمانيول خمس نقلات والاوتوماتيك خمس نقلات النظام الجر بتاعهم جر امامي متوسط استهلاك البنزين نتكلم فيه بقى هو اللي هيقول الارقام اللي ما قلناش دي كلها متوسط استهلاك البنزين اربعة وستة من عشرة لتر لكل ميت كيلو متر مقطوعة ده بالنسبة للعربية السوزوكي سبريسو بالنسبة للعربية الشنجان ستة واتنين من عشرة لتر لكل ميت كيلو متر وطبعا انا زي ما قلت قبل كده الرقم الربعة وستة من عشرة بتاع العربية السوزوكي سبريسو ده انا شاكك فيه انا ببلغ الشركة ببلغ الوكيل الرقم ده مش مصبوط ليه لان امكانيات العربية دي ما بتقولش الرقم ده وبعدين اللي يزيد على امكانيات العربية حجم العربية الضخم عاملة زي الطوبة وخبطها في الهواء ده هيقلل من التصارع وهيزود استهلاك البنزين فيراجعوا نفسهم افضل يعني طيب بالنسبة للتعليق الامامي ماكفرسون للعربيتين التعليق الخلفي تور شنبيم للعربيتين نخش بقى في تجهزات الامان للعربيتين العربية السوزوكي سبريسو الماكنة بتاعت القهوة اللي على الاربع عجلات الكروس اوفر فيها اي بي اس و اي بي دي وشكرا مافيش حاجة تاني بالنسبة للشانجان ال 7 فيها اي بي اس اي بي دي اي اس بي هيل ستارت اسيست الطاير بريشر مونيتور البليند سبوت مونيتور فيها اللان دي بارتشر وورنينج فيها التراكشن كنترول فيها الايزوفيكس اللي هو بتاعت تثبيت مقعد الاطفال في الخلف طيب خش في الوسائد الهوائية وستين هوايتين للعربيتين كل العربية فيها وستين واحدة للسائق واحدة للراكب الامامي العربيتين ما فهمش حساسات امامية العربيتين فيهم حساسات خلفية العربيتين فيهم انزار العربية الشانجان اللي سيفن فيها ايموبلايزر ضد السرقة السوزوكي سبريسو ما فيهاش ايموبلايزر ضد السرقة لان ما حدش هيسرقها طبعا يعني اللي هيعد جنبها يحط جنبها الرضعة عشان ترضع بالنسبة للعربية الشانجان فيها سنتر لوك السوزوكي نفس الكلام حزام الامان موجود في العربيتين الخلفي ما فيهاش ازاز فمية في العربيتين ازاز كهرباء في العربيتين موجود في مرايات ضم في العربية السوزوكي سبريسو دي بصراحة حاجة خطيرة يعني العربية ضخمة جدا لدرجة ان انا مش هقدر امدي ايدي اقفل المراية فعمل لي مرايات ضم في الالي سيفن ما عملش الموضوع ده بالنسبة للمرايات الكهرباء موجودة في العربيتين مرايات كهرباء آآ الاشارات في المرايات موجودة في العربية ال 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 مش موجودة في ال اه سوزوكي اسبرسو اه فتحة السقف ما في ش صبعا فتحة السقف اه في الشنجان اه اه الelsiven فتحة عادية اه بالنسبة للكاميرو الخلفية موجودة في الelsiven كاميرا خلفية ومسابة سرعة اه مش موجود اه في اسحا لكاميرا خلفية ولمسابة سرعة ولا خلفي مش موجود خلفي في العربيتين آآ مقاس آآ بالنسبة للعربية الاسبرسو اربعتاشر بوصة آآ للمعرفة برضو للمعلومية يعني اربعتاشر بوصة ده مقاس جانت آآ هيخليك تحس بكل المطبط والنقر يعني دي حاجة آآ ما معتش تكلم عنها بس دي حاجة مهمة آآ العربية اللي مقاس الجانت بتاعها خمستاشر وستاشر وسبعتاشر بتعدي على نقر كتير في الارض صغيرة انت جوة ما بتحسش بيه لان الكاوتش بيحتوي النقرة كلها انما تكاوتش اللي اربعتاشر بوصة ده اي نقرة هتنزل فيه واي نقرة وانت جوة الكابينة هتحس بيه آآ بالنسبة للمقاس الجانت في العربية الالي سيفن آآ في الفئة الاولانية اللي هي الالف ربماية السي نزلة اربعتاشر بوصة في الفئة التانية نزلة خمستاشر بوصة آآ خش بقى في الهايفة اللي هي الحاجات الموشيلن. العربيتين فيهم آآ بلوتوس. العربيتين فيهم آآ مدخل ايو اكس. العربيتين فيهم مدخل ايو اس بي. آآ بالنسبة للعربية السوزوكي ما فيهاش اضطارة المالتي آآ فانكشنز. موجودة في العربية الشانجان الشاشة اللي في النص موجودة في الشانجان الشاشة سبعة بوصة. في طبعا في في العربية السوزوكي السبعة بوصة. آآ مش هينفع يركبوا السياشة سبعة بوصة. آآ العددات الديجيتال موجودة في العربية مش موجود طبعا في الاسبرسو. آآ كشفات الامامية آآ الليد الامامية الخلفية موجودة في العربيتين. كشفات الضباب آآ موجودة في العربيتين امامي. آآ مساحات الكشفات مش موجودة في الاتنين. آآ عدد سماعات العربية الاسبرسو يعني ممكن سماعة لما. بس هم كارمين وحطين سماعتين. بالنسبة للعربية الشانجان L7 في 1400 سيسي اللي هي الفئة الأولى محطوط سماعتين في الفئة التانية اللي سعرها قريب من السيزوكي سبريسو 1500 سيسي فيها أربع سماعات يعني 1500 سيسي بنفس سعر 1000 سيسي دي المفارقة الغريبة يعني مساحات الكشفات مش موجودة في الاتنين بالنسبة للريموت كنترول موجود في الاتنين زر التشغيل المحرك طبعا مش موجود في الاتنين الكراسي الكهرباء مش موجودة في الاتنين فتح الشنطة من الداخل يدوي في الاتنين دي كانت نهاية المقارنة ما بين العربيتين اللي سعرهم قريب من بعض جدا يعني الفئة التانية بتاعت الشانجان L7 في سعر العربية السيزوكي سبريسو مش فاهم ازاي يعني وكيل السبريسو يعني مش شايف التحدي ده يعني مش شايف ان فيه منافسة حط سعر كويس عشان حتى يبقى العربية بتاعتك لها قيمة انما مجيش اقارن نفسي مع حاجة 1500 سيزوكي بكل الامكانيات دي واقول سعري زيها يعني ليه عشان انت بس مكتوب عليك اليابان ما احنا عارفين اللي فيه يعني ياريت يراجع نفسهم تاني دي كانت نهاية المقارنة انا طبعا بالنسبة لوجهة النظري يعني بديهي كده وبالمنطق انا شايف ان العربية الشانجان L7 هي الكسبانة المقارنة دي من قبل ما تبدأ تمام ما تقوليش بقى اصلا هجيب عربية الواحدة ست او هجيب عربية البنتي او انت عايز عربية محترمة ايا كان لمين مش معنى انها بنوتة ان انا هجيب لها عربية اصحيح فسفوري بقى والوان شبه الالوان بتاعت الاصرية بتاعت العائل الزغيرة اللي كانوا بيعملوا فيها كده اه لا يعني سيبك بقى من الالوان والكلام الفاضي نتكلم في المهم نتكلم في امكانيات العربية اه شكل العربية قيمة العربية وهي ماشي على على الطريق اه فما يعني ما تقولش لا دي عشان بنوتة ودخل الجامعة هجيب لها عربية سبريسو لا انت كده زلمتها هي بنوتة ايه مالها يعني ما نقص رجل ولا نقص ايد ما تركب العربية الانضف والاقوى تمام? فا اه عشان كده انا شايف من وجهة نظر المتوضع يعني ان العربية الشنجان L7 في المقارنة دي هي الفايزة على العربية السزوكي سبريسو هتقولي طيب والسعر عادل في العربية لا السعر المش عادي يعني موضوع السعر ده ما نتكلمش فيه. تمام? الشنجان L7 اللي هي من تلتمية وعشرين الف لتلتمية وخمسة سبعين الف. اعلى فئة فيها تلتمية وخمسة سبعين الف. افضل من العربية اللي اللي هي فئة واحدة اللي هي مكنة على اربع عجلات. اللي سعرها تلتمية وخمسة وستين الف. في نهاية المقارنة أشكركم السلام عليكم ورحمة الله